اشتركوا في القناة ويجب أن نساهم جميعا الشيوخ وشباب في إعطال الشباب المغربي ما كانته الحقيقية والوقوف على المعضلات والمشاكل التي يعاني منها ولكن ما هو أهم هو إقناع الشباب أنه يمارس سياسة أنه يدخل المعركات السياسية والأحزاب ليأخذ مكانته الحقيقية في مراكز القرار في المؤسسات المنتخبة وبالطبع هذه المحطة كذلك نريدها أن تكون استكمال للمسلسل الديمقراطي الذي نهجناه منذ المؤتمر 13 للحزب والذي كذلك رصته الشبيبة في مؤتمرها واليوم ستكون هناك كدعيك المنافسة الشريفة على المكتب وأنا أتمنى إن شاء الله أن يكون المستقبل مستقبل يعني واعد بالنسبة للشباب المغربي والشباب الحركي الخصوص ترجمة نانسي قنقر